ومعنا الآن مباشرة من بغداد الخبير القانوني فيصل ريكان سيد فيصل أرحب بك معنا إلى هذه النشرة دعنا نبدأ بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها الآن بعد إعلان الكاظمي عن موعد رسمي للانتخابات المبكرة نعم تحية لكم وكل عام وأنتم بخير الحقيقة هذه الخطوة التي أقدم عليها السيد مصطفى الكاظمي قد تكون هي أهم الخطوات التي كان ينتظرها المواطن العراقي باعتبار أن الانتخابات المبكرة هي مطلب جماهيري بدأ من ساحات التظاهر اليوم بعد أن أعلن السيد الكاظمي موعدا للانتخابات المبكرة يجب أن تكون هناك خطوات قانونية دستورية تتبع هذه الخطوة باعتبار أن يجب أن تطبق المادة 64 من الدستور وهي بالتأكيد ما معنى أنه سيذهب الجميع إلى حل الدستور حل البرلمان حل البرلمان نعم حل البرلمان يتطلب أولا بطريقتين الطريقة الأولى هي ثلث عوام أجلس النواب يطلبون حل البرلمان وبموافقة الأغلبية أو بطلب من رئيس الوزراء وهذا طلب رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية وحدد موعد حل البرلمان بالتأكيد هناك إجراءات قانونية متى موعد حل البرلمان سيد فيصل؟ متى يجب أن يكون هناك حل للبرلمان بعد الإعلان عن هذا الموعد؟ بالتأكيد أعتقد أنه إذا أريد الموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة أن يكون سليما هو قبل ستين يوما من تاريخ إجراء الانتخابات المبكرة باعتبار أن رئيس الجمهورية وفق الدستور وفق هذه المادة يعلن عن أولا إجراء الانتخابات المبكرة خلال ستين يوما من تاريخ حل البرلمان ولكن حتى أن البرلمان يواجه مشكلات بعدم تصويت على قانون الانتخابات نعم الحقيقة هذه الإجراءات لاحقة يجب أن تنجز على أقل تقدير خلال ستة أشهر منها دفع قانون الانتخابات إلى التنفيذ ومصادقة رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليكون نافذ هذا أولا اثنين مفاوضة الانتخابات يجب أن تكمل مكاتبها في المحافظات وجميع إجراءاتها وآلياتها من أجهزة إلى تهيئة مستلزمات الانتخابات المطلوبة اثنين يجب أن يهيئ الجو العام للوطن للبلد بالكامل يجب أن يتهيئ المواطن نفسيا لإجراءات هذه الانتخابات سيد فيصل أعتذر على المقاطعة هناك مشكلة المحكمة الاتحادية بالتأكيد نعم أنا أردت أن أضحك أنه مسألة مهمة هذه موضوع المحكمة الاتحادية عندما ذهبت إلى إلغاء المادة ثلاثة من القانون رقم ثلاثين الذي يحدد آلية تعيين عضو هذه المحكمة الآن بعد أن ذهب أحد أعضاء هذه المحكمة إلى التقاعد أصبحت غير فاعلة بموجب القانون وموجب الدستور يجب أن يكتمل نصابها كيف يكتمل نصابها عندما أما أن تشرع مادة بديلة عن المادة الثلاثة التي يلغيت أو يصار إلى تشريع قانون المحكمة الاتحادية المعروض أمام مجلس النواب بدون وجود المحكمة الاتحادية وصلاحياتها الكاملة حتى لو أجريت الانتخابات لن تكون انتخابات نافلة وشرعية سيد فيصل متعلقة بتمريرها عن طريق مجلس النواب ماذا لو وضعت بعض الكتل داخل البرلمان العصى في عجلة إنجاز هذه الانتخابات بالتالي سنصل إلى فترة زمنية لن يستطيع فيها البرلمان حل نفسه بسبب عدم تمريره لهذه القوانين هنا ما هي الخطوة القانونية خاصة بعد تغريدة المالكي هذا اليوم وقال تحديدا حتى أكون دقيقة يعتمد حل البرلمان على مرحلتين المرحلة الأولى الجهات التي لها حق طلب الحل والثانية التي بيدها جهة الحل وكأنه لا يعطي الحق أو يغبن الحق ضمنيا لرئيس الوزراء والجمهورية بحله دون موافقة البرلمانيين نعم الحقيقة المجلس النواف قد يذهب إلى المادة 64 نفسها فيها فقرة قد تكون لغم أو قنبلة موقوتة ضد إجراء أي انتخابات مبكرة يعني لو ذهبت إلى استجواب رئيس الوزراء في فترة الفترة المطلوب بها إجراء الانتخابات المبكرة أعتقد أن الانتخابات المبكرة لن تكون جاهزة وصالحة لكن أنا بتقديري أن المواطن العراقي الآن مهيئ نفسيا لإجراء مثل هذه الانتخابات لذلك إعلان سيد رئيس مجلس الوزراء يوم أمس عن موعدها أعطى دفع باتجاه إجراءها فليهذا أعتقد أن الشارع العراقي مهيئ تماما يعني ليس من مصلحة الأحزاب ولا الكتاب السياسية وصالح العراقي حتى مهيئ لإجراء هذه الانتخابات ولكن وزارة التخطيط ليس لديها تعداد جديد حتى الآن إضافة إلى وجود نازحين ما زالوا موجودين في مناطق النزوح كيفية أيضا عملية إجراء هذه الانتخابات خاصة إذا ما استمرت جائحة كورونا هناك من يقول ستجرى الانتخابات إلكترونيا وهناك من ينتقد هذا الإجراء بسبب احتمال وجود عمليات تزوير نعم حقيقة هذا موضوع التعداد العام للسكان عملت وزارة التخطيط السابقة في حكومة السيد عادل عبد الميدي على تهيئة الأجواء وتم تشكيل لجهان والاستعداد لإجراء تعداد عام للسكان جديد حضرت تعلمين أن الآخر تعداد العام للسكان مضى عليه عشرات السنين يعني أعتقد غير ملائم غير مطابق للواقع الحال الآن على أرض الواقع لذلك كانت هناك خطوة وكان هناك وقت لإجراء مثل هذا التعداد لم يجرى بأي شكل من الأشكال التعداد العام للسكان لكن أعتقد أن هناك طرق أخرى بالإمكان اعتمادها يعني إذا كانت لابد أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد الآن هناك مدة 11 شهر أمام الجهات المختصة وأمام وزارة التخطيط مثلا هذه الطرق هذا أولا نعم نعم إجراء التعداد العام خلال 10 شهر ثانيا بالإمكان الذهاب إلى جرودات وزارة التجارة التي اعتمدتها في البطاقة التموينية بإمكانها اعتمادها ولو أنه ليست دقيقة بالشكل الصحيح لكنها قد تؤدي الغرض إذا فشلت عملية إجراء التعداد العام للسكان في هذا الوقت أعتقد هناك جرودات ومسوحات كاملة لدى وزارة التخطيط حسب المناطق وتوزع البطاقة التموينية بموجبها وبإمكانها اعتمادها على أقل تقدير بالتأكيد هناك سجلات للنازحين يعني هذه الفترة الطويلة كيف يمكن اعتماد هناك لدينا مجمعات ومخيمات ثابتة أصبحت أشبه بالثابتة للنازحين فبالتأكيد هناك لديهم مثل هذه المسوحات أعتقد أن إجراء الانتخابات في الممعد الذي حدد ليس مستحيلا لكن إذا أريد وضع عراقيل أمامها بالتأكيد ستصبح مستحيل وصلت الفكرة منتنة كثيرا على حضورك معنا مباشرة من بغداد الخبير القانوني فيصر ريكان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك